السلام عليكم مدخل جديد تبحث عن إيران لإحياء الاتفاق النووي وإن كان بين أروقة الأمم المتحدة التي رفضت إيران التعاون معها بشأن برنامجها النووي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبرتها إيران فرصة مناسبة لتسويق شروطها من جديد حينما طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بضمانات من جانب الولاكات المتحدة بعدم انسحابها من أي اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني رئيسي وقبيل زيارته لنيويورك للمشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة استبعد عقد أي لقاء مع نظره الأمريكي جو بايدن فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده لم تغادر طاولة المفاوضات وإنه لا يمكن استبعاد عقد لقاء بشأن إحياء الاتفاق النووي في نيويورك ما قد يعزز هذه الاحتمالية هو وجود كبير المفاوضين المعنيين بالملف النووي علي باقري ضمن الوفد الرسمي هذا وكانت مفاوضات الاتفاق النووي توقفت بعد رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الدرية عن تقديم أجوبة بشأن استفساراتها فيما يتعلق بآثار يورانيوم الذي وجد في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة هذا فيما نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني وجود خطة محددة في شأن فاوضات النووية خلال رحلة رئيس إبراهيم رئيسي إلى نيويورك وذلك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لكن كانعاني أوضح في الوقت ذاته أنه ستكون هناك محادثات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بخصوص رفع العقوبات هناك أمكانية لعقد مباحثات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الأطراف الأخرى حول رفع العقوبات وبموازات التلمحات الإيرانية وتسويقها لرغبتها في إتمام الاتفاق النووي زعم رئيس هيئة الطاقة الضرية الإيرانية محمد إسلامي زعم بوجود رسائل من الوكالة الدبلية تظهر عزمها إغلاق هذه القضية مطالبا إياهم بعدم إضاعة المزيد من الوقت هذا وجدد إسلام اتهامه لإسرائيل بإثارة الاتهامات ضد إيران وبأنها أصبحت مرجعية للوكالة الدولية للطاقة الضرية وفق قوله هذا ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونين هو لن يكون هناك عرض أفضل لإيران لإحياء الاتفاق النووي وأن الأمر متروك لها لاتخاذ القرار الآن لأن فرصة إيجاد حل هي أخذ في التراجع كما أضفت أنه لا توجد مبادرات في الطريق لإنهاء جمود الموقف وأكدت على أن موقف فرنسا وشركاءها الأوروبيين متطابق مع الولايات المتحدة في مسألة حل قضية تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الضرية ترجمة نانسي قنقر